سيد العلواني أحمد العلواني أحمد العلواني المعتقل واللي نتمنى أن يفرج عنه قريبا لانتفاء المبررات خلص إن شاء الله نتمنى أن يفرج عنه قريبا يعني أكو خبر أو تمني؟ لا والله أتمني سيد جلال إحنا بعد أن فشلت بالمناسبة أكثر قناة كانت آمنة وذات مصداقية وممكن أن تصل إلى نتيجة هي قناتنا أكو هواي أشخاص ومؤسسات حاولت تدخل لكن كانت عندها موانع إما ليست لديها أفكار عملياتية لحل الأزمة أو أنهم لا يحظون بثقة الطرفين طرفي الأزمة أو كانت لديهم مصالح ظرفية يحققون مصالحهم حتى لو الأزمة من سياسي الأنبار في الغالب من سياسي الأنبار يعني أستاذ محمد أفهم من كلامك تريد تلقي باللائمة على سياسي الأنبار على ما آلت إليه لا شك أبدا أبدا لا شك وجزء منها الأستاذ أسامة النجيفي رغم أنه ما كان حاضر في ساحات الاعتصام بالشكل الذي يحضروا به سياسي الأنبار لكن يأتي في الدرجة الثانية من الأداء السياسي اللي لو ارتقى شوية كان جنب هاي المحافظات ما حدث فيها لكن حسابات ضيقة وحسابات شخصية وحسابات مصلحية هي اللي أدت إلى مقتل أخو أحمد العلواني واعتقال أحمد العلواني وبزيبز والمهجرين والنازحين وما جرى في بقية المحافظات وما جرى في كل المحافظات لو شوية مرتقين في كل المحافظات الشرارة كانت في الأنبار لو شوية موسعين يعني ما أعرف أنا ما أدري منهم وهمهم أنه إذا في كل الأحوال النجحة الثورة إحنا مسوين أقليم وإن فشلت مسوين أقليم وهذولهم صدقين صدقوا المساكين ودفعوا أثمان باهظة ودفعوا أهلهم أثمان باهظة فما جرى للعلواني وبزيبز والتهجير هو كل نتاج سياسات قصيرة على أثرها طرحته مشروع التسوية السياسية طبعا جنابك والأستاذ أحسين فلوجي نعم تماما إحنا بعد أن حدثت تداعيات فشل قناة التبرام الصفقة والتواصل مع المتظاهرين كان لابد من طرح مشروع شامل لحل الأزمة السياسية في العراق من الذي أجهض المشروع؟ أو شنو العقبات واللي اصطدم بيها؟ لم تكن هناك أستاذ جلال أي عقبات نفس قصور النظر السياسي نفس قصور النظر السياسي اللي أدى إلى نتائج محزنة في الأنبار والمحافظات المنكوبة انعكس هذا الموضوع هذا المشروع نفس هذا قصور النظر انعكس عليه وطرح المشروع احنا في المقابل كمكون سني نشأت عدنا إشكالية من يرأس الوفد السني في المفاوضات أسامة النجيفي قال أنا أرأس الوفد خميس الخنجر قال أنا أرأس الوفد دكتور سليم الجبوري قال أنا أرأس الوفد وأحدى الشخصيات اللي أنت طلبت أنه ما أذكرها بالاسم أيضا طلب أن هو يرأس الوفد السني في طاولة المفاوضات التي ستخصص لها رعاية إقليمية ودولية هذا التنافس السياسي السني وقصر النظر هو من أفشل مشروع التسوية السياسية